كابتن حلمي يعني برضو ادي الصورة بكابتن خطيب والكابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق عفر لا استنى كابتن حلمي فين يا سمين لا استنى حاسش شحاتها لابس احمر فاروق عفر لابس احمر بس فاروق مش لايقلي لحمر لا خلص الكابتن الخطيب لابس ابيض يعني طبعا يوم ما لبست تي شيرت نبيتي قالك ازاي ده لابس طب هي المشكلة ما هي المشكلتك ان شاء الله حاول نخرج من الكابتن أنا أعودك تحكي لأستاذ المشاهدين إزاي العلاقة اللي كانت بين لعيب النادي الزمالك ولعيب النادي الأهلي في السابعينات والثمانيات كابتن حضاك شاهد على الكلام ده ومعاصر هذا الكلام ده واحد من ضمن الناس يعني أنا حكي وقعة بسيطة كنت أتكلم مع حضرتك فيها قبل الهواء إن كان فيه اتنين سعوديين أصحابنا واحد زمالكا وواحد أهلاوي في مدان الجيزة وسكنين في مدان الجيزة فؤاد وغازي فؤاد كان زمالكاوي وغازي كان أهلاوي وكنا كلنا بنتجمع حضرتك ومصطفى يونس ومصطفى ومختار ومهر همام ومهر همام يعني كلنا دلوانة والخطيب وأنا والخواجة وحمامة وبرايم يوسف كلنا كنا بنبات مع بعض نحن كنا نتغدى يوميا هنا وبنتغدى ونتعشى ونطلع على التمرين وبعدين نرجع نبات ونطلع على التمرين تاني هي دي كانت العلاقة نعم هل العلاقة يا كابتن بيننا اتقطعت من يميها لدلوقتي علاقة أسرية بيننا وبين بعض كلنا لا 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 ما حصلش أنا يا كابتن عشت اللحظة اللي كنت بشوف فيها وأنا لسه بنلعب كابتن صالح سليم كان يجي دايما وهو مدير كورة للنادي الأهلي كان يجي دايما يقعد مع الكابتن حلمي في مكتبه لائما ما يعديش أسبوع ولا التاني أبو الصالح الكابتن صالح داخل كان مع كابتن حنف بسطان لا كابتن عبدالهاب سليم أيوة كابتن الجندي ده قعدتهم ديت كانت شرف أنا كنت بقى استنى أن يجوا يقعدوا مع الكابتن حنف عشان أروح أقعد معا شرف شرف كبير وبعدين خطيب على طول يعني بعد ما بطلنا في آخر الثمانينات كان بيجي يقعد معانا على الباب مع الكابتن أحمد مصطفى وكابتن أبو الجيلة نعم يعني ما كانش فيه كلام ده احنا كنا قبل ما تشاهله زمالي كنا موجودين مع بعض طول الأسبوع بنخرج نتغدى أحيانا ساعات متعاشة ساعات نروح أندريا وكان فينا ناس بيتأكل بشراسة كان فيه طريقة في الماتش في نفس الماتش كان بيبقى فيه منغشات خفيفة بيننا وبين بعض لأنا أقول لك على حاجة مرة أهل الزمالك كان الماتش ده اللي هو الخطيب أخذ إيد حسن شحاتة وراح لجمهور أنا جات لكورة بالعرض محمد عمر رفحها فجاي عاوزة طير والعبى بدماغي فالكابتن حسن شحاتة هو الخطيب قال له أنت بتعمل باكورد بدماغك بيقول لك شوف يعني ما فيهش يا كابتن يعني أنا عشت الكلام ده وشفته بنفسي يعني محدش حكالي يعني شكرا 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 شكرا